اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في شوف الصحافة على قناتكم شوف تيفي بداية الجولة من يومية المساء العنونات الحموشية عقدوا صفقة لتسلم مروحيات للتدخلات الأمنية الخاصة وفي التفاصيل قال مصدر اليومية إن المديرية العامة للأمن الوطنية بصدد عقد صفقة غير مسبوقة للإستعانة بمروحيات جديدة للإنقاذ والسعمالها في التدخلات الخاصة واكشف المصدر نفسه أن جهاز الوقاء المدنية بدوره سيستفيد من المروحيات الجديدة لكتعمل بها دول متقدمة في تدخلات الأمن وحالات الإنقاذ والإسعاف بقى التفاصيل ممكنكم تفهى بيومية المساء وإلى يومية لحظات المغربية للعنونات ترقيم الأغنام حقيقة التلاعبات وفي التفاصيل أكد الدكتور عبدالغني بن عزي مدير السلامة الصحية للمتاجات الغدائية أن عملية ترقيم أضاح العيد كانت ناجحة وحققت أهدافها منذ تلاقي عملية التحسيس بها شهر فبراير الماضي وأشار المسؤول إلى أن ترقيم الأضاح لبالغ عددها 6 ملايين رأس كانت مجانية وأوكلت مهمة الإشراف عليها للفيدرالية البيوميهنية للحوم الحمراء بتنصيق مع مكتب السلامة الصحية ومختلف السلطات العمومية بقى التفاصيل ممكنكم تشوفها بيومية الأحداث المغربية سجين فرنسي ينتظر تدخل ماكرو في تفاصيل استقبل إمانويل ماكرو أمس السبت بارتريس جالي والدة فرنسي معتقل بالمغرب من أجل تهم تتعلق بالإرهاب وحسب ما نقله موقع فرنسي فإن رئيس الفرنسي وعد والدة الشاب بالتعامل شخصيا مع القضية بعدما ظلت تنتظره أمام المنزل حيث يقضي به عطلته الصيفية قبل أن تحصل على اللقاء المباشر معه رفقة ابنها الثانية بقى التفاصيل ممكنكم تشوفها بيومية أخبار اليوم بهذا كنص ومشاهدين الأخشام شوفوا الصحفة للقاء وادومتون في العيش الله